ليه شفنا كريستيانو على دكة الاحتياطي زي ما بيقوله في بعض المتشاط أفر طيب هوا كريستيانو قصة كبيرة يعني هنحاول نلخصها فيه اللي جاية ولكن القصة كلها ان يعني الصحفة البرتغالية والصحفة العالمية بتكلم كتير عن كريستيان رونالدو والإنجليزية كمان تكلمت بشكل كبير ما ننساش انه هو سايب منشستر يونيتد بفاسخة تعاقب من فترة مش كبيرة وكان تصرحاته عن إدارة منشستر يونيتد وانتقاده للإدارة بشكل كبير انتهى الامر بفاسخة تعاقب بالتراضي ما بين الطرفين كريستيانو نجم كبير أفضل لعب في العالم لسنوات طويلة 37 سنة تاريخ يوني ينهي مسيرته الدولية بشكل أفضل ما يكون بالتأكيد هو طموحه وهدفه الأساسي هو الفوز بكأس العالم لكن الفترة اللي فاتت كان فيه كلام وشائعات كتيرة من داخل معسكر منتخب البرتغالي ان العلاقة ما بينه وما بين فرداندو سانتوس المدير الفني مش أفضل حاجة بيعترض على بعض القرارات كان استبداله فيه مباراة آخر مباراة في دور المجموعات كانت أمام كوريا الجنوبية واستبداله كان يعني اعترض بشكل غير لائق على الاستبدال ما تمش ترجمة الإشارة الأشار بيها إذا كان هو بيشير بالفعل ليه المدرب سانتوس أو لا ولكن تم تفسيرها من وسائل الإعلام على أنه فعلا مش عاجبه وضعه فيه المنتخب البرتغالي شايف أن قيمته أكبر من كده أنه وسط حقيق المشاركة أساسية لكن على الجانب الآخر برضو الجانب الآخر من الرواية كريستيانو نفسه طلع قال يعني الشعاعات كتير وأن أنا المنتخب المتحد يعني بيوجه رسالة لجمهير المنتخب البرتغالي أنه ما فيش أي خلافات وأنا مركز مع المغرب طيب إحنا عايزين نتمن على تشكيل النهاردة علشان طبعا هم هيقابلوا المغرب فإحنا عايزين نعرف التشكيل هيكون عاملة إزاي رونالدو هينزل لهم ولا مش هينزل لهم احتياطي ولا مش احتياطي المغرب موقفه إيه طيب هو طبيعي يمكن فرناندو سانتوس لما خلى رونالدو على مقاعد البدلاء في المباراة اللي فاتت دفع به جون كالو راموس المهاجم اللي لعب بين فيكا اللي سجل فيه المباراة اللي فاتت وتقلق بشكل كبير جدا أعتقد أن هيبقى راموس له دور كبير في قيادة هجوم البرتغال فيه المباراة النهاردة وده شيء جيد الحقيقة ليه المنتخب البرتغالي ما يقللش من العناصر اللي موجودة عنده زي ما نتكلم منتخب برتغال منتخب منظم عنده عناصر كتير تقدر تصنع الفارق يمكن بخلاف المنتخب الأسباني شوية بيعتمد على تجميع اللعب والاستحواز على الكرة بشكل كبير وخل صغرات فيه خط الضهر للمنافس لكن بالنسبة ليه المنتخب البرتغالي عنده عناصر عندها الجوانب الفردية أعلى كمان وتقدر أن هي تصنع الفارق بنفسها فده يمكن اللي لازم منتخب المغرب ياخد بال منه وأعتقد لو لعب بنفس الطريقة أو نفس المنظومة الدفاعية المحكمة المنتخب المغربي أعتقد هيقدر أنه يصنع الفارق والنهاردة ويقدر يحقق نتيجة إيجابية المنتخب برتغال ما أعتقدش هيبه فيه تغييرات كتير في التشكيل خاصة المباراة اللي فاتت الفوزة على سويسرا بالسوداسية أعتقد دي دفع كبيرة جدا معنويا للعابة اللي شاركت فيه المباراة وما فيش أي مدير فني بيبقى عنده استعداد لأنه يعمل تغييرات كتير في المرحلة الحالية من البطولة خلاص يعني مرحلة الأدوار الإقصائية تخلنا فيه المرحلة اللي لا تقبل القسمة على اتنين فيه البطولة ودايما عايز يدخل كل مباراة بأفضل تشكيل ممكن فبالتالي فكرة أنه يعمل تغييرات ما أعتقدش أنها تبقى كبيرة كريستيانو خلاص أمره واقع بقى دور اللعب البديل في تشكيلة منتخب برتغال ولكن هو بديل مؤثر قد يكون له دور فيه المباراة النهاردة لو المنتخب البرتغالي الأمور تأزمت عليه شوية وقدر منتخب المغرب أنه يحجم خطورته فبالتالي كريستيانو هيبقى دوره مهم فيه الاعتماد على الكرات العرضية طبعا عنده الارتقاء وضربات الرأس مهمة جدا من نسبة الكريستيانو أو الضربات الحرة والضربات السابتة اللي فيه أكتر من لعب يوجدها فيه المنتخب برتغالي منهم برونو فرناندز اللي لعب مميز أيضا وأحد نجوم التشكيلة الحالية ترجمة نانسي قنقر